هل يعني ينبغي للشخص أن يتحرى في من يذهب إليه لإجل الرقية أو يرقي نفسه بما توجهون فيه؟ الأصل أن يرقي الإنسان نفسه هذا هو الأصل لأن الرقية عبادة آيات تثلى وأدعيها تقال ولا يعلم مدى تأثير هذا على الإنسان إلا بتمام الإخلاص لله عز وجل واتباعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاضطرار أيضا فالمؤثر أن يكون الكلام من كلام الله أو من صحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما في معناهما أيضا أن يكون صادر عن الحاح وإخلاص وصدق واضطرار فإن هذا مما يؤثر وهذا قد لا يكون عند الراقي فقد لا يكون الراقي عنده من الاضطرار مع صاحب البلاء والمشكلة ولذلك ينبغي الإنسان أن يرقي نفسه فإن كان لا يحسن أو رغب في أن يرقيه أو غيره فليتخير من الرقاط ما يكون سالما من الشرك والبدع والخرافات وما يضيع الوقت أو ما يكون مشتتا لذهنه كأن يكون في توجيهات تتعلق بعلاجات شعبية هذا يذهب إلى المعالجين الشعبيين الذين يعرفون خواص المواد وتجرباتها أو الطب الحديث الذي يساعد في العلاج أما أن يخلط بهذا ويجعل الرقية أشبه ما يكون بعيادة صحية يصرف فيها علاجات ويوجه فيها توجيهات فهذا خارج عن الرقية الشرعية نعم بارك الله فيكم